أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تقي وحثت إيران على ممارسة ضبط النفس وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل وأضافت أن وزيرة الخارجي يوكو كاميكاوا طلبت في الاتصال مع نظرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان بضمان سلامة الملاحة في مياه المنطقة اشتركوا في القناة